السلام عليكم اجمعين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتو ما تشوفوا الفيديو تاع اليوم راني درت محاجب تزيريين على طريقة تقليدية بدون اي اضافات لا خذر ولا لحم ولا جبن ولا اي شي يعني بالبصل والطماطم والهريسة ليهي الحار فقط شوفو هنا يا هدي الحبة كي كنت نطيف فيهم جات متنفخة جات ما شاء الله عجبتني بزيف على هدي كل هذه اللقطة لازم نقاردها ونوريها لكم شوفو كي جا داير ما شاء الله والعجن هنا باليد ماشي بالآلة شوفو هنا هي المقادير بسم الله اللي استعملتها عندي هنا يا كيلو ورطل تعبصل يعني سواء عندك حبة كبيرة ولا صغيرة المهم كيلو ورطل تعبصل عندي كيلو تحت ماطم تعصص يعني طماطم طرية ونضيف لها ورطل تعطم مصبرة يعني لو كان عندي كيلو ورطل تعال الحبة ندير طبيعية ما نديرش تعال قوطي المصبرة بما انه كانت عندي كمية قليلة يعني عاونت درت كيلو حبة ورطل مصبرة هنا عندي هذا قوطي تعالهريسة ليهي الحار غادي ندير منه زوج ملاعق كبار زوج ملاعق كبار بطبيعة الحال عندي الملح وعندي الزيت والعاجينة بعدك هنا نطرقولها اول مرحلة غادي نقطع هذك البصل انديه النقيه ونغسله ونقطعها هنا يا في في طاجين في طنجرة او ايتها حاجة ويكون عندك مناسب ما ديري لازيت لوالو يعني ديري فقط البصل والماء هذا كيلو ورطلت على البصل اراني قطحتها على هاد الشكل على هاد الشكل ونزيدو الماء نزيدو زوج كيسان تعمى اثني كأس ماء ها راح ما راح ما احطوت حدايا هنا يا غادي نوضح لكم نقطع المحاجب الاصليين بسلت تاحهم يفوروه يديروهم فور انا باش نختاصر هاد المرحلة لانه كي تفوريه غادي يعني ياخد وقت اكتر على هاديك انا اولي تنطيبه في الماء نخليه يذبل فيها داك الماء ومن بعده يعاود يتشرب الماء تاعة يتوليلي نفس النتيجة او احسن يعني يوليلي كيما نفور او احسن في نفس الوقت ما نستعملش القدرة والكسكاس ونزيد نستعمل الطاجين تع السوس يعني طاجين واحد نخدم فيه كل شي نديره كيما هكا فوق الغاز ونخليه دبال كيما قلت لكم وفي هادي الوقت رح نتحن هاديك السوس هاديك الطماطم ونولي نعجدنا العجينة هايا للطماطم راني خلطت تاع الحبة طبيعية مع تاع الحبة المصبارة تحنتهم في الآلة في الماشينة وراني حطيتهم من جهة حدرتهم باش نوجدهم الروحة نية للعجينة واللهي حسبتها رهي صورني ما لغزو ما صورش ولكن واللهي ما راني حتى حجم درقتها هدا كيلو ورطلتها اسمي درقيق درت له شوية عملح ودرت له الماء وطلقته غاية بالماء يعني شمختها مليح بالماء ولميته ما عجنتهش يعني ما دلكته ما عجنته درت له الماء والملح فقط ولميته وخليته هنا يرتاح مدة عشر دقائق الى ربع ساعة ونولي له من العجينة هادا كرايرية حنا جيت هنا البصر منطلع عليه شوفوا كراه ما زال المتاعه فيه وبداي ذبال غادي خليه كيما هكا حتى يتشرب هاد الماء لازم له يتشرب هاد الماء باش عادا نولي ندير له لازيتها بالاخرين هنايا جيت للعجينة هي غير الدليك هاد العملية تعد ليك وحدها اللي ندلك فيها دلت لي عشرين دقيقة على هادك راني اختصرت ولميت الفيديو كيما هكا سرحته ما استعملت العجانة لسبب واحد فقط هو انه واحد الاخت هنايا متابعة قلت لي المرة اللي فاتت من درت الرقاق قلت الرقاق جارقيق جاش باب ولكن من العجانة يعني العجانة هي اللي عجنته اليد ما تخرش الرقاق كيما هكاك على هاد الخطرة علي هادك اللي تعمدت هاد الخطرة باش نديرها تكون تسمح فيها على هادك تعمدت هاد الخطرة باش نديرها بيدي يعني الماشينة او العجانة بدون يدين ما تدير ويلو لازم تكون اليد على هادك تعبني شوية ما اخدمتها بيدي انا نفضل العجانة باش يعني هي تساعدني في الوقت ندير العجين ينعجن ونروح نقضي حاجة خرام بعدا ولي نصيبه جاهز ولكن ما عليش هاد المرة تسليت وراني قدمتها بيدي قعدت نعجن فيه كل خطرة نزيد رشة تعملت وما ببانت لكمش لخطرش كنت مسرع على الفيديو وحتى تحصلت علي عجنة مطاطية راني نقطحها على هاد الشكل نقطحها كوتل صغيرة وكوتل كبيرة يعني دوائر صغيرة دوائر كبيرة لانه غادي ندير محاجب كبار وصغار نغطيها بالبلاستيك ونخليها ترتاح ونجي هنا يا البصل شوفو هنا يا راه تشرب قيع هادك الماء يعني ما بقاش المهلية في هاد المرحلة راني انا يدرت الزيت ومور الزيت ندير الطماطم وندير الملح ونغطي الطنجرة ونخلي كل شيء طيب يعني البصل يكمل طيابه مع هديك السوس تاع الطماطم ومع الزيت والملح والحار ندير حتى في النهاية يعني باش نقلع شوية تاع سوس بدون حار للاطفال ومن بعد انضيف الحار يعني باش نقسم ندي شوية سوس بدون حار شوفو هنا البصل راه مازال الخضر غادي يزيد يكمل طيابه مع الطماطم ودق شوفو من بعد من يجهز كيش لا سوس تولي ما شاء الله حمرة وعاق دا وقع اهنا يسوس راهي طابت راهي سمحوني ما وخرتهاش من فوق البلاك يعني على هدي كدرت غلطة هنايا يعني راه فيها لافابير لافابير متبينيش غاية نقلع هاد الكمية تاع السوس بدون حار باش نخليها للصغار وهذا متى بقى غاد ندير فيه زوج ملاعق كبار تاع هريسة اللي هي الحار ونخليها فوق النار مدة زوج دقائق واحد اخرين ولا ونوخرها من النار ونديرها في مكان بارد كيما هكا باش تبرد يعني حطها احد التاقة ولا خرجها في الحوش ولا الموهم باش تبرد لي بسرعة لانه ما نستعملوش الصوس حامية فوق العجينة تعم حاجة بتتقبلنا العجينة كيما هكا خلطوا مليح وخلوها مدة دقيقتين فقط ثلاث دقائق ونبعد انوخروها بسم الله هنا غادي نبدأ ندير المحاجب معاكم غادي نبدأ بالحبة الصغيرة اللي هي مربعة الشكل كيما شتوني قطحت كبيلة غادي قطحت الحبة الكبيرة والحبة الصغيرة انا بديت بالصغيرة غادي نديرها مربعة والكبيرة غادي نديرها دائرية بما انه ما عندي شلاطة كبيرة ولا يعني لابانة كل واحد كيسميها ما قدرتش ندير حبة كبيرة بالزاف على هذيك اخترحت من راسي الحبة الدائرية يعني انا ما شتهاش صراحة في ايتها بلاسة انا الروحي بقيت ندير فيها كيما هكا من زمان مشي غفيد الخطرات مشي اول مرة المقلات عندي صغيرة وانا نبغي الحبة كبيرة على هذيك درت الحبة تعلم حاجب دائرية وما امتوت جيني كبيرة على القبر تاع المقلات التاعي نخلو في الوسط العجينة غليضة وفي الحواء الحواء فرقوها كيما درت معاكم فرقاك نديروا كمية من الصلصة نوزعوها بشكل متساوي لصراحة الاوكلا هذي تعلم حاجب ما تنشبعش وبما انه فيها يعني تشد الوقت في النهار ما نديروها جدايمن هادا الوجبة تبقى هذا المحاجب يبقى وعزاز علينا نغلقوها مليح والممتدئات اللي هاداوين بسم الله باغين يتعلموا ولا باغين يديرهم حاجب ولا مدا بيهم باش يديروا هادا الحباء الصغيرة كيما راكم تشوفوا هي تساعدكم انا اول مرة بديت المحاجب يعني بديت بالحباء الصغيرة كيما هكا وكي تولفوا الخدمة بالحباء الصغيرة طولو تخدموا حباء كبيرة نورمال شفوا يعني غير على المقلات على هذيك ما قدرش نحب نكبر الحباء بسيخ نروحوا ننتقلوا دروك للحباء الكبيرة اللي هي دائرية كيما راكم شفتوا ديك الحباء اللولى لما حليتها حليتها على شكل مستطيل يعني بالطول ولكن هادا الحباء بما اني غادي نديرها دائرية غادي نحلها على شكل دائري ودائما كيما شرحت لكم مقبل الحواف نديروها مرقاك ولف الوسط نخلوها غليضة يعني مش غليضة بزاف ما غليضة شوية مرفودة تبعوا معي الخطوات اه لو بغيتوها ما تجيكم شو الحبات تتاحكم من معجنة لالمحاجب لازم ترقو الحواف بالمساعدة على الزيت دائما لانه كيما نستعملوش الزيت من تقطع لنا العجينة ملاحظة هنا انا هديك المقلة ما درت فيها ولا قطرات عزيت باش المحاجب ما يجوش من زيتين بالزاه باش يجو ناش فين ما درت حتى قطرات عزيت في المقلة نديرو كمية على السلسة ولكن نضاعفو الكمية على الحبة الاولى لانو الحبة الاولى درناها صغيرة وهدي الحبة كبيرة ونوزعوها على شكل دائري هاد الخطرات مشي على شكل مستطيل في الحبة المستطيلة ووزعي او في الحبة المربعة ووزعي الطماطم السلسة تاعك على شكل مربع ولكن في الحبة الدائرية شكلي على شكل دائرة كيما بيتم قديري بيزا نبدأ نبلعو فيها بسم الله شوفوا الطريقة غير بالطرف وتلموا غير بالطرف وتلموا كيما هكا تكسلوا شوية رعجينة عندكم تعاودوا تلموا يا الشكل التاحة هنا النهائي ما غديش يجي دائرة نقوصة يعني دائرة دائرة ولكن الدائرة غدي تشكل من نحطوها في المقلة من نحط الحبة تاع المحاجب في المقلة تتشكل للدائرة نشكلها عناية بسم الله شوفو كي كي حطيتها يعني مشي دائرية نيشان وفي هذه اللماسات بالخاف يعني لما نحطها ما نخلوها شط طيبة قبل ما الطيب نشكلو كيما هكا هاد الدائرة نقوصوها كيما نقولو ونخلوها الطيب كي تشوفوها نشفت من فوق عرفيها باللي من تحت راهي طايبة قلبيها أون ديغي مطلوع بتحسبها وحدة عمطلوع ما هي محاجب دائريين تحفاتي هادي هي الحبة اللي غايرتني بزيب هادي هي الحبة اللي غايرتني بزيب قاعدت غيل ان ما مدرتها في الفيسبوك وقا عجبتني تنفخت ما مقلبتها وقاعدت تشدل هو التحى لانه الطريقة تعالعجل ما شاء الله مليحة والسمي التاني مليح وهو للمحاجبتها وعيرة هم موجدين واني حاطتهم في طبق التقديم من العادة انا نبغيهم بالبن او بالرائب يعني الحليب الرائب نبغي ناكلهم بالحليب الرائب عندي لوقو نبغي ناكلهم كما اكا وكل واحد وكيفاش يبغي يقدمهم ولا ياكلهم ولا هادو هم المحاجبتها عنهار اليوم ده نكسملكم حبة مع مرة غاية بلا صص من داخل محاجب عاصميين ولكن تعالى عاصمة يديروهم مربع سواء كبير ولا صغير ولكن مربع ما انا يادرتهم دائريين شوفوا ما شاء الله خفاف تريين شوفوا القوام التاح ومشوفوا الشكل التاح ومن داخل هادو هما المحاجبتها عنهار اليوم هاده هو الفيديو تعالى اليوم من شاء الله ياربق يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله الفيديو ما كاشتقيل عليكم اليوم كناخف عليكم اعجبكم ايتي واحدة شفت الفيديو ماهي شمش اشتركة في القناة نقول لك الان اعجبت الفيديو وعجبت لك القناة معلي تشتركي في القناة وتفعلji زر الجرس باش يوصلك جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنسوش لي